يا رحمة لاسق يا عذاب إن شاء الله الدورات يا جماعة مسجلة ودوراتنا المسجلة تلاقونها كلها على قناتنا على اليوتيوب لأن هذا سؤال تكرر علينا كثير فعشان نخفف كمية الاستفسارات اللي اتصدنا بهذا الشأن عندنا قناة على اليوتيوب باسمنا وراح تلاقون فيها جميع الدورات مسجلة حتى دورات العام الماضي والدورات اللي ما تحصلونها التسجيل بالتنسيق مع المدرب يكون فراح تلاقون إن المدرب ما احتفظ بحق التسجيل النفس بالنسبة لمن يسأل أيضاً من الاستفسارات اللي تكررت علينا اللي هو الاختبار مجرد ما يكون عندنا مجموعة من الأسئلة سيتم الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا إن احنا نزلنا لكم اختبار الوظائف الإشرافية تجريبي نعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا على الانستجرام وعلى التليقرام أي مستجد عندنا راح تلاقون على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا احرصوا على الاشتراك فيها راح تعرفون أي معلومة جديدة إلى الآن ما نزلنا أي اختبار احنا بأربع دورات تدريبية دربنا ما يقارب 2700 متدرب وهو عدد كبير بالنسبة لنا واليوم مستمرين إن شاء الله معاكم وباقينا خمس دورات تدريبية فعلى ما نرتب أمورنا بإذن الله أيضا بالنسبة للشهادات سؤال تكرر علينا الشهادات قلنا راح ترفع بإذن الله بداية الفصل الدراسي الثاني وانتم ورفعناها قبلها راح نعلن عنها واثقوا كل الثقة أن نحن نعمل جاهدين أن نرفعها لكم بمجرد الانتهاء من الملتقى وقبل نهاية الفصل الدراسي الأول لكن الموعد اللي لنا اللي هو في الفصل الدراسي الثاني تكون متاحا عندكم حتى قبل المقابلات الشخصية تستفيدون منها في السيفي الخاصة فيكم بإذن الله أي مستجد عندنا تلاقونا في مواقع التواصل الاجتماعي بس أنا في نطقة أحب أن نوح عليها اللي هي شرحناها مرارا وتكرارا اللي هي اللي يرضى عليكم جزئية الانضمام للاجتماع إحنا الانضمام للاجتماع ننزل رابط الاجتماع يوميا على التليجرامي خاص فينا الرابط الصحيح وأيضا نرسل في قروبات الواتساب الخاصة في مجتمع تكنوسفت التعليمي الرابط لكن نتفاجئ بكمية الاجتماعات التي تفتح بالغلط من قبل متدربيننا وتسبب ربكة وتأخير لزملائكم في الانضمام للاجتماع الصح وشرحناها من قبل يريت جزاكم والأخير بس نلتزم بالتعليمات شوفوا عدد الاجتماعات خمس اجتماعات مفتوحة أربعة منها غلط وواحد صح اللي هو اجتماعنا للنم وترحنا ندخل كل الاجتماع ونبلغ أن الاجتماع خطأ ونضمه الاجتماع الصح أنت مو مطلوب منك أي شيء إذا كنت مو منضم داخل فريق تكنوسفت أكاديمي دورات تطويرية فالرابط يرفع يوميا على التليجرام انضم لتليجرامنا وراح تحصل الرابط الصح وتدخل عليه لكن تضغط زر الانضمام على أي اجتماع سابق راح تفتحه واللي مطلوب منك اقرأ عنوان الدورة دورة كيف تجتاز الاختبار الالكتروني مدير بدرسة تضغط زر الانضمام تنظم الاجتماع الصح وراح تلاقون هني اللون البنفسي جي هذا بعد يدل على أن هذا هو عنوان الاجتماع أيضا محدد باليوم محدد بالتاريخ بالتوقيت اللي هو بداية جدولة الاجتماع جزاكم الله خير هذه جدا مهمة بالنسبة لكم اتعرقلون العمل في الفريق بضغطكم على اجتماعات سابقة وعدم الدخول الاجتماع الصح نصيحة لمن ليس عضوا معانا واحنا ناشرين أيضا كود الفريق للانضمام لا مباشر وناشرين رابط الفريق للانضمام لا عن طريق الطلبات المعلقة ونقبلها كلها انضم للتليجرام اسهل حل خلك موجود معانا بالتليجرام يوميا ننزل الرابط الصح اضغط على الرابط تنضم على طول دائرة الاجتماع احرصوا على هذه الجزئية انتم تتعطلون وتعطلون نفسكم يعني انت تتعطلوا لما تتعطل زملائك ايضا يتعطلون معاك فلا يلاقون اجتماع مفتوح يحسكون اهوى الاجتماع الصح وايضا هذا على الفريق يتعب الفريق في المتابعة يعني فريقنا اللي موجود في الكنترول والمتابعة استاذ عبدالله استاذ نورة استاذ جراح يتعبون وهما يطلعونكم من الاجتماع الخطأ الاجتماع الصح النقطة مهمة يا جماعة نهتم فيها جزاكم والله خير وانا نبهت عليها اكتر من مرة عساس تكون دوراتنا سلسة وماشية بالشكل الصحيح ما بيأطيل في هذه النقطة واتمنى انها وصلت احرصوا على الاشتراك في التليجرام للحصول على الرابط الصحيح للدورة يوميا بالنسبة مثل ما قلنا المادة العلمية على ما تترتب اللي سلمون اياها مدربين جزاهم والله خير سيتم رفعها لكم المادة التي لم ترفع هي حق أصيل للمدرب ان يعطينا اياها من عدمه فالمادة اللي ما تلاقونها مرفوعة معنات ان المدرب محتفظ فيها وجزا الله خير وما قصر وعساء القوة عطانا من وقتها وعطانا من يومها واقتطع لكم هالجزء هذا في الشرح فرد على الاستفسار هذه نقاط مهمة لتنظيم بقية الدورات لأن متدربين نفسكم متكررون معنا اليوم باذن الله نفس ما قلنا اليوم الخامس فيه ملتقانة حرصنا في تكنو سوفت ومجتمع تكنو سوفت اننا نبدأ معاكم بدري وانا تستعدون للاختبارات بدري ومتى ما قالوا بكرة الاختبار انت مستعد ومتجهز وعندك عطلة نص السنة اتجهز نفسك وتتبع اللي موجود بالمحاضرات والتعليمات اللي قالوها مدربيننا وصوا عليها لاجتياز الاختبار اليوم معانا مدربنا استاذ فهد المطيري مدرب في مجتمع تكنو سوفت التعليمي مراقب المرحلة الابتدائية في منطقة الجهرة التعليمية قوال الله وجزال الله ألف خير مجرد الاتصال مبادرة على طول انه يكون ضمن فريق المدربين في مجتمع تكنو سوفت التعليمي نسق اليوم عسا على القوة وما قصر وإن شاء الله بإذن الله تمنى لكم دورة مفيدة ورح يبدأ معاكم استاذ عبدالله الاعتابي يشرح مجتمع تكنو سوفت التعليمي بعجالة عشان نبدأ مع مدربنا إن شاء الله أرد أن نبه على نقطة مهمة لمن يسأل ليش ما يطلع لحساب في مجتمع تكنو سوفت التعليمي إذا كنت منضم حديثا لمجتمع تكنو سوفت التعليمي ولم يتم رفع شهادك ما رح تقدر تسوي حساب عندنا لغاية ما نرفع بإذن الله وشوف حضوركم إن شاء الله ما في ولا شي ضائع أنت طالما أنه أنت حاضر معنا رح تلاقي شهادة وراح تلاقي والشهادات اللي يسأل كل دورة لها شهادة من فصلة عن الأخرى ولها نقاط مختلفة وحصولك على مجموعة من نقاط لوصلك للباجعات لا تستعجلوا مجرد ما نرفع الأسماق رح تقدرون تسجلون دخول وبالعكس إحنا سعيدين في انضمامكم لمجتمع تكنو سوفت التعليمي ونسعى لزيادة العدد في هذا المجتمع اللي يسعى إلى التنمية الذاتية والتطوير المهني فإن شاء الله بمجرد ما نرفع الشهادات رح تلاقون أساميكم لا تستعجلون على هذه الجزئية استاذ عبدالله تفضل حياك الله يالله يزيد فضلت السلام عليكم في البداية بس نستعرضي لكم بشاشة على منصة تكنو سوفت ونحاولنا نختصر ونستعجل أساس نترك لكم اليوم إن شاء الله مع دورتنا التدريبية طبعا هذه واجهة المنصة علامات التبويب اللي فوق من نحن اللي حاب يعرف كيف كانت بداية مجتمع تكنو سوفت بالنسبة ليسأل عن الشهادات علامة تبويب الشهادات رقمك المدني تحديد النوع طبعا رقم مدني كوب الإنجليزي راح تحصل جميع الشهادات الدورات اللي حضرتها في مجتمع تكنو سوفت بس تختار ريقونة الشهادة تطلع لك الشهادة إذا حاب ترجع لها بأي وقت من الشغلات الجديدة اللي موجودة في منصة مجتمع تكنو سوفت اللي هي الاتبارات لكل دورة تدريبية عدد نقاط ولها اختبار الاختبار هذا يحمل نص النقاط إذا بدخل دورة فيها ثلاثمية نقطة يكون اختبارها في مية وخمسين بمجرد حصولك على خمسة وسبعين بالمية من الثلاثمية نقاط الدورة تحصل على شهادة في مجتمع تكنو سوفت للدورة التدريبية اللي حضرت هتقدر تدخل الاختبار حتى لو ما حضرت الدورة من خلاله المقطع المسجل للدورة التدريبية رقمه في المدني رح يعرض لك الاختبارات المتاحة إذا طلع باللون الأخضر هذا اختبار تم الدخول له واختباره لك عشرين دقيقة اختباراتنا من عشر إلى خمسة عشر إلى عشرين سؤال من غير صح وقلط واختيار متعدد إذا كان باللون اللحم وركون فعال تقدر تدخل وتختبر على أطول بالنسبة للموضوع النقاط وشنو الفايدة منه موجود في منصة مجتمع تكنسوفت شارات شارات الأعضاء وشارات المدربين نشرحها برجالة بالنسبة لشارات الأعضاء في حضورك أول دورة تدريبية في مجتمع تكنسوفت تحصل على شارة عضو مجتمع تكنسوفت تعليمي بعد ما تجمع ألف نقطة من خلال الدورات والاختبارات اللي تدخلها تكون عضو مجتمع تكنسوفت مشارك 1500 عضو مجتمع تكنسوفت فعال 2000 عضو مجتمع تكنسوفت متقدم 3000 عضو مجتمع تكنسوفت مبدع بعد حصل لك على 5000 نقطة يعني حضرت دورات لدخلت الاختبارات ترفق إنجاز إلى فريق تكنسوفت وتحصل على شارة عضو مجتمع تكنسوفت محترف أما بالنسبة لشارات التدريب فالتدريب ما هو حصل على أحد تدخل الحساب بإستقرام في تكنسوفت تحصل رابط إذا كان عندك موضوع يحاب تفيد الميدان فيه بس تنظيمك الأول دورة تدريبية في مجتمع تكنسوفت تحصل على مدرب تكنسوفت بعد ما تدرب 1000 متدرب تكون مدرب تكنسوفت معتمد 2000 متدرب أو أنك تعطي أربع دورات متنوعة تدريبية متنوعة تكون مدرب تكنسوفت خبير بس نستعرض آخر جزئية طريرة تسجيل الحساب في منصة تكنسوفت طبعا ما رأس قد تصبح مستخدم جديد إلا لما تصدر لك أول شهادة تكنسوفت للحين ليس 7 أو 12 وما قبل هذا كل الشهادات انزلت في المنصة أما ما بعد اللي هو ملتقان هذا والدورتين اللي كانوا قبل لالحين ما نزلوا وإن شاء الله رأيكم بتماقات الأستاذة في بداية الفصل الدراسي الثاني بس مستخدم جديد بريد الكتروني للوزارة اللي يبدو بحرقة T بريد الكتروني الشخصي رقم التليفون تحديد النوع وكلمة المرور رح توصلك رسالة على إيميلك الشخصي رسالة تحقق وتقدر تحقق بس طريقة تسجل بعد ما يتم تسجيل هذا إيميلك الوزارة رقم كسري تسجيل دخول يكون عندك هيني الشارات والنقاط والدورات تقدر توصل إلى شهايدك بطريقة أسهل وإلى اختباراتك بطريقة أسهل طبعا هذا كل ما في مجتمع تكنسوفت موقع مجتمع تكنسوفت الموقع في طور التطوير إن شاء الله الأيام الجاي رح يكون بشكل أفضل من هذا الشكل يعطيك العافية أستاذ عبد الله ماذا صرت وتجزاك الله خير بإذن الله رح نبدأ مع أستاذ فهد المطيري مراقب المرحلة الابتدائية في منطقة الجهرة التعليمية وكيف تجتاز الاختبار الإلكتروني لمدير مدرسة لمن يسأل عن فئة مستهدفة إذا كانت مدير مدرسة نعم فئة مستهدفة في مدير مدرسة لكن أرجعك أنت مرشح للوظائف الإشرافية إذا كنت رئيس قسم رح تتعامل مع مدير مدرسة إذا كنت مدير مساعد رح تتعامل مع مدير المدرسة موجه رح تتعامل مع مدير المدرسة اعرف مهام مدير المدرسة وفي جزء الأسئلة يمكنك طرح السؤال اللي تناسب مع الفئات اللي قابلها موجهنا عفوا مراقبنا أستاذ فهد المطيري يقابل فئة رئيس قسم مدير مساعد وأيضا مدير مدرسة تقدر تطرح الأسئلة اللي انت حاس إنها مهمة أنا شوف الاستفادة في إني أتعرف على الموجودين في المنظومة التعليمية وكل ومهام عملها وكيف تتشتاز الاختبار الإلكتروني مع أستاذ فهد المطيري عساك على القوة أستاذ فهد تفضل جزاعة الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب فيكم أجمعين كل الشكر لفريق التكنوسوفت للتدريب على حرصهم على مثل هذه اللقاءات التربوية الهامة والهادفة أخواني وخواتي مرشحي الوظائف الإسرافية كذلك كل الشكر لزميلتي الأستاذة شاهة شمري اللي ساعدتني في المعلومات في هذه الورشة كذلك نود أن نذكر الجميع بما جاء في نشرة وزارة التربية بشأن موضوع الترشح للوظائف الإسرافية نتحدث بشكل سريع بسيط جداً على شروط الترقي الوظائف الإسرافية حتى نقدر ندخل على آلية الإختبار وكيف نجتاز الإختبار طبعاً مثل ما أنتم عارفين أن هناك ضوابط شروط الترشح عن طريق التنسيق من التعليم العام بإدارة التنسيق ثم ترسل إلى المناطق التعليمية أن يكون المرشح كويتي وأن يكون حاصل على تغرير كفاءة امتياز لآخر عامين دراسيين المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصص السابق بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في تخصصه الجديد لا يجوز النظر في ترشح الموظف في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة حسب القرار الوزاري تحتسب سنوات الخبرة حسب النشرة التي توصلت من التنسيق حتى 31-10-22 ضمن سنوات الخبرة ثانيا ضوابط الترقي للوظائف الاشترافية يعني مدير المدرسة في مرحلة رياض الأطفال السنة هذه طبعا النشرة الجديدة لا تقل سنوات الخبرة بوظيفة مدير مساعد عن سنتين المرحلة الانتدائية ذكور أي معلمين لا تقل عن سنوات الخبرة كمدير مساعد أربع سنوات المرحلة الانتدائية إناث لا تقل سنوات الخبرة عن ست سنوات كمدير مساعد المرحلة المتوسطة والثانوية ذكور أو معلمين لا تقل سنوات الخبرة بوظيفة مدير مساعد عن ست سنوات المرحلة المتوسطة إناث خمس سنوات كذلك المرحلة الثانوية معلمات لا تقل عن سبع سنوات كمدير مساعد أيضا المدير المساعد في رياض الأطفال من ضمن مشرفة فنية عن 6 سنوات كخبرة المرحلة الابتدائية رئيس قسم عن 4 سنوات المرحلة الابتدائية معلمات عن 8 سنوات كرئيس قسم المرحلة الثانوية أو المتوسطة لكور رئيس قسم عن 6 سنوات المرحلة المتوسطة إناث رئيس قسم عن 10 سنوات حسب النشرة في الختام هذه المرحلة الثانوية إناث لا تقل عن رئيس قسم عن عشر سنوات وهي موجودة لديكم وصلت النشرة عن طريق المدارس من أهم التساؤلات الواجب طرحها ما هي جوانب الاختبار؟ ماذا أدرس؟ على ماذا أركز؟ ما هي مصاجري للدراشة؟ هذه الاستمرار نحن نواجهها في الميدان فأولا ما هي جوانب الاختبار؟ جوانب في الاختبار الإلكتروني طبعا أكثركم إن شاء الله أن أعرف الاختبار الإلكتروني 100 سؤال 50% جوانب فنية 30% جوانب تربوية 20% جوانب إدارية ماذا أدرس؟ على ماذا أركز هذا السؤال باستمرار من جميع الزملاء؟ على كل مرشح التركيز على المحاور الثمانية راح نشرحها لكم الحيء طبعا مزارة التربية الطالب المتعلم أو المعلم والمدرسة المحور الأول طبيعي أنا كمرشح لوظيفة إشرافية رؤية ورسالة الوزارة 100% الاختبار راح يجيب سؤال مثلا ما هي رؤية الوزارة؟ ما هي رسالة الوزارة؟ طبيعي لاتم تطلع عليها الفلسفة وأهداف الوزارة، الإطار المرجعي، الهيكل التنظيمي ضروري طبعا وثائق مرحلتك سواء كنت أنت رياض أطفال أو ابتدائي أو متوسط أو ثلوي القرارات والنشرات والتعميمات التي صادرها من الوزارة كلها موجودة بارك الله فيكم في موقع الوزارة كلها موجودة في موقع الوزارة المحور الثاني المتعلم أو الطالب التعليم الإلزامي بالنسبة للابتدائي التعليم الإلزامي عندكم في الوثيقة كذلك تسجيل الطالب المتعلم كيف يتسجل كويتي غير كويتي ما هي الشروط هذه يبقى لابد أن تطلع عليها في موقع الوزارة قسم الشؤون الطلبة وكل شيء موجود فيها وأنتوا طبعا ما شاء الله أكثر من خمس سنوات المؤذين المساعد مرة عليكم الأمور هذه ملف الطالب وما يحتويه ترك الدراسة متى يتم ترك الدراسة انتقال الطالب من مرحلة لمرحلة إعادة القيد تعديل بيانات اسم أو جزية الشهادات السجل المدرسي وأكيد أنكم مطلعين عليه ورح يجي في بعض الأسئلة المحور الثالث اللي هو حقوق المعلم وواجباته حقوق المعلم وواجباته موجود عندنا طبعا مزعين على أكثر المدارس عندهم موجود في موقع الوزارة ما هي حقوق المعلم على المتعلمين حقوق المعلم على مسؤوليه حقوق المعلم على المجتمع وواجبات المعلم أكثركم معارفها إن شاء الله بس للتذكير واجبات المعلم نحو ربه واجبات المعلم نحو زملاءه ومهنته واجبات المعلم نحو المتعلمين وواجبات المعلم نحو أولياء الأمور وواجبات المعلم نحو المجتمع يعني ممكن إيدي فيه سؤال مراجعة خفيفة وأكثركم إن شاء الله لكم معرفينها نجي على المحور الأهم اللي هو محور الرابع المدرسة طبعاً كل ملمن بكل ما يخص المؤسسة التعليمية من مثل الصندوق المالي الصندوق المالي أكثركم مشتغل فيه طبعاً إحلاً حين ما شاء الله أكثركم ثلاثة يعني بكل مدرسة ثلاث مدرع مساعدين وتبادلون بين الفصل الأول والفصل الثاني فالصندوق المالي أدرس كل ما يتعلق به بدءاً من السلفة وأنواعها ووقت لزولها وشروط الفواتير وأوجه الصرف ومن هو المسؤول عنها والمخول بالتوقيع أيضاً المقصف المدرسي آليته وأوجه الصرف الخاصة به وجماعة النشاط ونسبة جماعة النشاط وأسهم المتعلمين نجي على الصيانة الصيانة طبعاً أكثركم إن شاء الله أنا ممارس عملياً فيها لابد أن تعرف أنواع الصيانة ومبالغها كما يجب عليك معرفة أنواع العهد وكيفية التخزين والتصرف بها طبعاً هناك نشرات أو تعليمات تصدر من المنطقة التعليمية بقصص هذا الصيانة والعهد أيضاً سجل للطالب لابد أنك أنت كمدير مدرسة أو كمدير مساعد أو كريس بسم للطلاع على سجل للطالب ما هو هذا السجل؟ ماذا يحوي؟ ما هي أقسامه؟ يعني لابد أنك تطلع عليه كذلك النشاط المدرسي النشاط المدرسي كل ما يتعلق به أيضاً النظم المتكاملة النظم المتكاملة يعني عارفينها لابد أنك عندها تتقييم التعالى للمعلمين أو المظفين تطلع عليها تطلع بالجهاز وتشوف آلية النظم المتكاملة قلنا إحنا سجل للطالب هو سجل ماذا يحوي؟ وما هي أقسامه ضروري أنك تطلع عليه؟ كذلك النشاط المدرسي كل ما يتعلق بالنشاط المدرسي لابد أنك تاخذ يعني فكرة تطلع عليه آلية تغييم المدارس المتميزة شروط التميز معايير التميز نسبة كل إدارة في التقييم كذلك آلية تقييم العاملين في المدرسة يعني الإداريين غير المعلمين غير الوظائف الإشرافية غير الوظائف المعاونة غير فلا بد أنك تطلع عليهم حتى تقييم بعد تجربة المعلمين وجدت لهم أربع تجارب تطلع عليها هذا بالنسبة للمحور الرابع نكمل معرفة بقية المحاور الثمانية الأهم اللي هو اللوائح والنظم والأدلة أنواع الوظائف الإدارات المدرسية الخطط الاستراتيجية لا بد أنك تطلع عليهم حتى تكون عندك صورة واضحة في الاختبار الوائح والنظم يعني موجودة إن شاء الله عندكم والأدلة أدلة للعمل المدرسي والأدلة الثانية كلها موجودة وكلها في المواقع سواء في التليقرام أو في موقع الوزارة أو في مواقع بعض المراقبين عند مجلس إدارة وينزل في التليقرام كل ما يتعلق في مرحلته ووثائقها من ضمنها أهم المصادر الرسمية التي يجب الاعتماد عليها اسمه الدليل المساعد الوظائف الإسرافية موجود في موقع الوزارة تقدر تطلع عليه طويل شوية لكن يعني أكثركم بالممارسة عارف لكن أثناء القراءة رح يستذكر وإن شاء الله يحفظها أيضا دليل الإجراءات وضوابط الدوام المدرسي أكيد ممارسين في العمل أثناء العمل الحضور والإنصراط التأخير الاستئذانات وهل مجر يعني اللائحة كذلك لائحة الإجازات هذه المهمة ضروري الاختبار ما يتعدى جزء من جزئات في الاختبار مثلا يعني الإجازات الوجوبية الإجازات الغير وجوبية تغيب الجزئي كثير معها لازم تطلع عليها على أساس تكون ملم فيها وأكثركم ما شاء الله يعني هاضمها وعارفها كذلك لائحة النظام المدرسي بالنسبة للابتدائي لائحة عندهم بالنسبة للمتوسط بالنسبة للثنوي يطلع عليها وهذه ضرورية لأنك راح تمارسها بشكل يومي إثناء عملك أيضاً يجي منها من الاختبار أيضاً مهام وأعمال شؤون الطلبة راح يكون ديداً مدير المدرسة فيها يعني لابد أن يكون منطلع عليها تسجيل التلميذ ولي الأمر وهنو مجرة يعني الطلاع بسيط جداً ولا يخلو أي اختبار من سؤال عن شؤون الطلبة حسب مرحلتك طبعاً حسب مرحلتك من أهم المصادر الرسمية بعد الواجب اعتماد عليها في أخذ المعلومات الخاصة بالحراسة والمراسلة والنظافة موجودة هذه طبعاً على موقع الوزارة يعني عمال النظافة كانوا على الودرسة أو على شركات كذلك الحراسة والمراسلة ضروري جداً يعني تطلع عليها وكيفية التعامل معه فممكن راح يجيك سؤال عن النظافة عن عمال النظافة عن الحراسة من تخاطب من تراسل فأكيد راح يجي بعض الاختبارات منها هذا قلنا ضروري المثاق الأخلاق للمعلم موجود هذا طبعاً احنا نسميه في كل عام دراسي بداية العام الدراسي يوزع على المعلمين الجدد تكون عندهم نسخة وديكم وثيقة له المثاق الأخلاق ركيزة أساسية في نجاح أي مرشح أيضاً بعد دليل العمل المعلم القانوني يعني من أهم المصادر الرسمية التثقيفية بالقوانين الخاصة بالمعلم تطلع عليها يعني حقوق واجبات المعلم يعني مثلاً التقاعد الاستقالة الإجازات الأمومة وهنا مجرع مفيد جداً أغلب إدارات المدرسية من ضمن نجاح عملهم في اليوم في بداية العمل العام الدراسي تتوزع هذه الأدلة الآن ما يتوزع ورقي كلها على طول تصير براكود أو النفلاش يوزع على جميع المعلمين الجدد أو يحتفظون فيها عند المدير المساعد الإداري يكون مثل المرجع لهم أيضاً هذه نقطة المهمة اللي هي دليل المستخدم للنظم المتكاملة بما يخص برنامج تقييم الأداء تقييم الأداء هذا طبعاً مية بالمية رح يجي سؤال يعني الرئيس المباشر الرئيس الذي يليه عناصر التقييم أداء فردي جماعي وانتوا عارفين يعني الآلية العمل هذه لابد أن يأتي سؤال من الاختبار على هذه الجزئية وأكثركم إن شاء الله أنها أضمها وفاهمها ومطلع عليها أيضاً ما قصرت الوزارة حقتها في الموقع عندهم دليل عمل فرق التدخل السريع والأزمات والحوادث فكل ما يهم فريق التدخل السريع وآلية عمل موجود في هذا الدليل فممكن يجي بعض الأسئلة أو سؤال واحد طبعاً الاختبار رح يكون شامل يعني فني قل نوي إداري وهنا مجر فالاطلاع ضروري جداً على هذه الأدلة أيضاً كن ملمة بقانون ديوان الخدمة المدنية يعني إحنا دائماً نوصي يكون على سطح المكتب في الجهاز عندك يكون مرجع لك حتى تقدر تستفيد منه وتاخذ وهو المرجع الأساسي لك إثناء عملك اليومي المحور السادس من ضمن المحاور أنواع الوظائف لابد أن تكون ملم بأنواع الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة ومهامها كمدير مدرسة أنت في وظائف إشرافية وفي وظائف إدارية وفي وظائف معاونة معاونة المحور السابع عندنا الإدارات المدرسية يعني تعريف الإدارة المدرسية بحر بحر الإدارات المدرسية بحر تعريفها وأكيد أنكم مطلعين عليها فلابد أن تطلع على تعريف الإدارات المدرسية أيضاً نحن دائماً نوصي أن كل عمل مخطط له ويسخر له الطاقات يؤدي إلى النجاح يؤدي إلى النجاح فتعريفات الإدارة المدرسية الناجحة أكيد أنك راح تبحث عنها بالنت وراح تشوف تعريفات كثيرة تتعرف على واحد منهم حتى لما يجيك سؤال أنت تقدر تجاوبه من ضمن الأجوبة الأربعة أو الخيارات معايير الإدارة المدرسية الناجحة هناك عدة معايير تطلع عليها إن شاء الله وتشوف بعضها حتى أنك تستفيد هي من يسخر الطاقات مثلاً يسخر الطاقات في العمل اليومي هي من يحفز هي من يعمل بروح الفريق الواحد وهلما جرى صفات المدير الناجح أكيد أنكم اطلعتوا على ورش كثيرة أكيد أنكم قرأتوا أكيد أنكم مررتوا مرور على مواقع في الإنترنت صفات المدير الناجح من ضمنها يعني ممكن يجي سؤال ما هو المدير الناجح ويعطيك أربع إجابات أكيد أنك أنت رح تختار إجابة معينة وأكثرها يعني مرة عليكم إن شاء الله نجي نقطة المهمة خطة عمل مدير المدرسة والمدير المساعد يعني المدير المدرسة منزوم في خطة من بداية العام الدراسي لنهاية العام الدراسي وعنده خطة تشغيلية كذلك يركز على أنواع الخطط سواء استراتيجية ولا تشغيلية ولا زمنية ومعرفة المدة الزمنية لكل خطة ومن يقوم بإعدادها وما هي المصادة الأساسية اللي يستمد منها الخطط وهمية الخطط في العمل التربوي وهكذا يعني تكون الخطط واضحة عندك يعني حتى لما يجي سؤال مثلا الخطة التشغيلية تعرفها كذا الخطة الزمنية تعرفها كذا لربما فأنت تكون عندك اطلاع شامل كرؤوس أقلام أيضا المدرسة فيها مجالس كثيرة وفيها لجان مجلس النظام مثلا مجلس الدشاط المدرسي مجلس الآفاء مجلس إلخ أنواع كثيرة من هالمجالس تطلع عليها ولجان لجنة العمل المدرسي لجنة بداية العام الدراسي لجنة كذا فأنت تطلع عليها كرؤوس أقلام لربما يأتي أحد الاختبارات أو أحد الأسئلة عفوا من ضمنها المحور الثامن هو الخطط والاستراتيجيات هذا انصر مهم تركيز على نواع الخطط يعني مثلا يقولك والله الخطة التشغيلية تعريفها كذا أو الخطة الاستراتيجية تعريفها كذا أو الخطة الاستراتيجية مدتها كذا فأكيد مئة بالمئة أنتم خلال سنوات عملكم اللي عملتوا فيها أكيد اطلعتوا على الخطة وطلعتوا على الخطة الاستراتيجية أو التشغيلية لكل مدرسة يعني ما معقول لنا مدرسة ما عندها خطة استراتيجية أو خطة تشكيلية أكيد موجودة تطلعوا عليها الطلاع بسيط جدا حتى تكون خريطة ذهنية مشتغلة معاكفنا الاختبار إذا كان هناك سؤال عن الخطة الاستراتيجية فأنواع الخطة قلنا احنا يعني كثيرة أهدافها من يقوم بعدادها الفترة الزمنية احنا كعام دراسي نبدأ من شهر تسعة إلى شهر ستة في فصل أول في فصل ثاني في خطة تشكيلية للمدير المدرسة خطة تشكيلية لرأس الأقسام خطة تشكيلية للمدير المساعد وهلوم مجرة في المدرسة مؤسسة متكاملة عمل متكامل نجعل العنصر المهم مستويات الأسئلة في الاختبار طبعا التعليم العام يكلف التنسيق والتنسيق يبلغون أحد مراقبي للمرحلة سواء كان الابتداية أو المتوسط أو السنوي في شهر تسعة يبلغ رسمي في كتاب رسمي فلان بالفلان مراقب المرحلة الفلانية يرجع عمل الاختبار لفئة كذا مثلا فئة مدير مدرسة ويحتوي على 50% إداري 50% مثلا فني 50% كذا يحددون لك فبعدها مراقب المرحلة يجمع المصادر والأدلة اللي عنده ويطلع على الاختبارات السابقة ومن ثم يعمل للاختبار ويسلم تسليم رسمي إلى إدارة التنسيق ونظم المعلومات في الوزارة هناك ومن ثم يحفظ هذا الاختبار فتكون هناك أسئلة متنوعة حسب كل مراقب تعليم يعني حسب وجهة نظرة في أكثر يركزون على القيادة في ناس يركزون على الأدلة وهل موجرة تتراوح مستويات الاختبار بين ما هو سهل ومباشر ومتوسط ومثوم مستوى أصعب أصعب يعني اختيارات تكون الأقرب إلى هذا الجواب يعني يواجهك إنه والله أكثرهم صح لكن أكثر دقة هذه فيعتمد عليك على تركيزك على السؤال أنا أوصيكم مصاد لما تفتح السؤال الأول أول ما تحط رقمك المدني تطلع معاك شاشة كبيرة رح يشرحونكم طبعا هناك وأنتم أكثركم عارفينها فتبدأ بالسؤال الأول تركز شوي شوي وتطلع الأربع لإجابات ثم تختار الإجابة الصح أو الأصح وهنا موجرة فمن ضمن المواقف المديرة المساعدة استعجلت وسكرت الإكس اللي فوق هذا فاتهى الاختبار فالاستعجال ما هو مضم يعني أوصيكم بعدم الاستعجال والتركيز شوي شوي الأسئلة دائما مباشرة دائما بسيطة جدا وأنا أتوقع دفعتكم راح تكون تسعة وتسعين في المئة إن شاء الله ناجحين لأن الاختبار أنتم مارستوا عملي فأنتوا تطبقونها الحين بس مجرد أسئلة يعني بدل أقصى الطاقات في إنجاز المهام الموكلة له مثال يعني سؤال هذا شهل ومباشر بدل أقصى الطاقات في إنجاز المهام الموكلة له أقرأ السؤال مرة مرتين أركز شوي شوي أشوف الإجابات فأختار الإجابة الصح وثم أنتقل إلى السؤال اللي يذيني هذه نمونة من السؤال المباشر نجي على سؤال متوسط يعني الحد الأقصى للتغيب الجزئي هذا طبعا أنا ترى من عندي هذه يعني ما هي ما هو مسموح أني أنا أقول السؤال كذا كذا بس هذه من عندي يعني الحد الأقصى للتغيب الجزئي يعرفين شون التغيب الجزئي فكم الساعات الحد الأقصى تختار ساعة ساعة ونص ساعتين ثلاث ساعات فتختار الإجابة اللي هو ثلاث ساعات ثم تفتح السؤال الذي يليه لكن إحنا عطيناكم سؤال مباشر وسؤال متوسط يحتاج إلى تفكير وتماعر شوي نأتي إلى يعني هذه ما رح تجي لكن أنا قاعد يقول سؤال صحب مثال يعني قاعد أضرب مثال ما هي المادة التي توضح ضوابط التعلم التعامل آسف مع المتعلم المتغيب بسبب المشاركة في المعسكرات والمهرجانات رقمها كذا لربما لربما لكن قالبا الأسئلة بارك الله فيكم تأتي بصورة مباشرة وسهلة وحيانا تحتاج إلى دقة في الاختيار يعني الاختيار يكون هذه صح لكن هذه أدق 99% إثناء انتباهك للسؤال والأجوبة رح تعرف أن هذا السؤال هو الجواب الذي عليه عن السؤال لكن في بعض الأسئلة يعني احنا واجهناها وهناك رح يكون المراقب المرحلة اللي عمل الاختبار رح يكون متواجد عندكم متواجد إثناء الاختبار في حالة أي سؤال يعني للتوضيح رح يكون متواجد فالأسئلة دائما أنت دائما مارسها في عملك اليومي لكن وضعت في طريقة سؤال وعدة أجوب وأنا متأكد أن أكثركم رح يجاوم لأننا مارس عمله اليومي خلال الست سنوات اللي ترشح فيها لمدير المدرسة أيضا عندي أنا بعض الأسئلة الشفهية يعني مثلا دور الباحث الاجتماعي في فريق التدخل السريع يعني مثلا يمر عليك السؤال هذا عضو مقرر رئيس ممكن فتختار الإجابة نجي على شؤون الطلبة ممكن يقولك السجل المدرسي هو سجل المعلم الطالب المدير في أسئلة أنت مارسها في في يومي عملك اليومي تقدر تجاوب عليها فيعطيك اختيارات عديدة الاختيارات العديدة هذه إثناء ممارستك في الحياة اليومية وعملك اليومي تعرف الإجابة الصحيحة مثلا نائب الرئيس في مجلس الإشراف الإداري مثلا من أهداف الصندوق المالي عدد بنود عوامل الكفاءة الأداء الجماعي بعض الناس يتمس عليه الأداء الفردي فيبينها بس تركيز شوية وتسترجع الداكنة وإن شاء الله أن الإجابة قادرين عليها بعدها رح يكتم إغلاق المئة سؤال اكتملت راجع أرجوك راجع 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 ثلاث مرات إذا أنت متأكد قبل لا تغلق الأيقونة أو البرنامج فرح تظهر معاك نتيجتك وإن شاء الله أنكم كلكم ناجحين عندي الآن كيف يطلع هذا يعني من باب الاستزادة والإفادة وطريقة الاختبار في فيديو دقيقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر العرض وقف عندنا الصوت كان واصل بالمقطع لا لا شقل تضمين الصوت مع الفيديو تضمين الصوت عندك مع الفيديو اضغط عليه عشان يتلغى الصوت برنامج الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية أنت على شاشة الاختبار حتى يتسنى لك بدأ الاختبار يرجى إدخال الرقم المدن ومن ثم الضغط على زر استرجاع البيانات سيظهر لك الاسم الشخصي بالإضافة إلى اسم الاختبار لذا يرجى التأكد من الاسم الشخصي واسم الاختبار بمعنى الوظيفة المرشحة لها هي موجه فني لمرحلة الثانوية لمادة التاريخ فبعد التأكد من البيانات يرجى الضغط على زر دخول الآن تم الدخول على شاشة الاختبار يرجى التأكد مرة أخرى من اسم الاختبار والاسم الشخصي كما يرجى التأكد من الوقت الممنوح لك فبعد التأكد من البيانات يرجى الضغط على زر ابدأ الاختبار الآن بدأ الاختبار حيث نشاهد بدء العد التنازلي للوقت كما أنه يتم عرض عدد الأجوبة التي قام المختبر باختيارها والعدد الكلي للأسئلة عند الضغط على إحدى مربعات الأسئلة سوف يظهر لك نص السؤال بالإضافة إلى الاختيارات وعند اختيار الإجابة يتغير لون المربع إلى اللون البرتقالي يمكن الضغط على زر التالي للانتقال إلى السؤال التالي أو الاختيار عشوائيا من مربعات الأسئلة وفي حال وجود صورة في السؤال سيتم عرضها على يسار الشاشة كما يمكن الضغط على زر اضغط للتكبير لتظهر الصورة بحجم أكبر ليتسنى لك النظر إليها بشكل أوضح وبعد الانتهاء من الصورة يتم الضغط على زر رجوع ومن ثم اختيار الإجابة وبعد استكمال حل الأسئلة يرجى الضغط على زر إنهاء الاختبار علما بأنه ستظهر لك رسالة تفيد بإنهاء الاختبار ويكون للمختبر خيارين ففي حال الضغط على زر لا سيقوم البرنامج بإرجاع المختبر إلى شاشة الأسئلة وأما في حال اختيار زر نعم سيقوم البرنامج بإظهار رسالة أخرى للتأكد من رغبة المختبر في الإنهاء الفعلي للاختبار أما في حال انقضاء الوقت الزمني الممنوح للمختبر سيقوم البرنامج في إنهاء الاختبار آليا أوكي يمكن الفيديو هذا يعني شق الخريطة الذهنية عندكم شوي عن طريقة الاختبار لكن أنا قاعد أقول مثلا يعني ما رح يجيك سؤال مباشر خلنا نقول مثال أضرب لكم مثال أخواني أخواتي نظام تعليمي يساهم في الازدهار الاقتصادي وهل مجرأ الجملة رؤية الوزارة ولا فلسفة الوزارة ولا أهداف الوزارة فأنت تختار لجواب الأدق والصحيح يعني ما رح يقول لك ما هي الرؤية لا ممكن بهالطريقة هذه ممكن يقول لك مثلا مراقبة في الامتحانات تثبع إدارة الشؤون الهندسية إدارة الشؤون التعليمية إدارة الشؤون الفنية فأنت تختار الإجابة الأدق وهي كلها سهلة وأنا متأكد كلكم إن شاء الله بس مراجعة بسيطة أكثركم يقول لك والله أنا الآن في بحر أقرأ شنو وخلي شنو لا أحلى شرع أعطيناك الآن وجبة خفيفة إنت بعدها رح تراجعها مرة مرتين وإن شاء الله بإذن الله التوفيق لكم بإذن الله وبالتوفيق للجميع مبارك الله فيكم وإذا في أي أسئلة أنا حاضر عساك على القوة أستاذ فهد مختصر رائع للاختبار الإلكتروني والمحتوى اللي مطلوب من مرشحين إنهم يراجعون يمكن أستاذ فهد تطرق لنقاط أساسية ووثائق أساسية يجب الاطلاع عليها من ضمنها وفي أكثر من دورة تم التأكيد على المثاق الأخلاقي والمثاق الأخلاقي بإذن الله والصندوق المالي رح تكون فيه لدورة خاصة مع أستاذ مشاعر الكندري مدير مساعد رح تشرح لكم إياه بالضبط المثاق الأخلاقي مدير مدير مساعد رئيس قسم الكل رح يستفيد منه الحين إذا عندنا أي سؤال أو عندنا أي استفساد يريد يتم كتابته في chat الميتينج وإحنا رح إن شاء الله نرد عليه أستاذ فهد في سؤال يقول تم إلغاء الكنترول بالمرحلة الابتدائية فهل رح يجينا في الاختبار ما توقع ما توقع ما توقع بالسؤال ما رح يجي قال ثاني من أستاذ عبدالله يقول استاذ فهد كم عدد بنود الكفاءة للوظائف الاشرافية خمستعش أو ست عدد شنو بنود بنود الكفاءة للوظائف الاشرافية قصد قصد التقرير تقرير الكفاءة اللي نحط الختام للموظفين الوظائف الاشرافية موجود يمكن يطلع عليه موجود يعني بالتفصيل ما هو عندي حاضي حاليا الآن عوام الكفاءة الفردي والجماعي اي وهذا صحيح موجود موجود استاذ مديح الملهوف تقول اختاذ انا سمعت ان السنة الحالية رح تنضب يعني الترشيح رح يضم باقي الشهور هل هذا صحيح والله احنا على نشرة الوزارة 31 10 22 ونتبع التنسيق ونشرات اللي اذا في اي مستجد رح يتم ارسال هذه التنسيق هم اول الناس حاصين عليها يبلغون اول بول احنا استاذة مريم العنزي تسأل كنترول مرحلة الابتدائية نعم جاوبنا على السؤال هذا استاذة هودا الرشيدي تقول المذكرات اللي تم ذكرها وين نحصلها في موقع الوزارة بأي مكان بالضبط وكتوب لما تدخل على الموقع تدخل على موقع الوزارة موجود وثيقة للتعليم الابتدائي على شؤون الطلبة كلها موجودة اقصد الويبسايت ما الوزارة التربية تمام موجودة على موقع وزارة التربية واذا هي محتاجة تدخل بالنسبة لي أنا عندي من التليقرام كان مراقب التعليم الابتدائي في الجهرة عندنا مجلس الإدارة كل شيء فيه إذا تدخلون عليه إذا أنتم محتاجين تمام واذا تزودونا فيها أستاذ فهد ممكن بعد نرفعها ما في مشكلة جزاك الله خير عساك القوة أستاذ عزيز الشم اللي تقول هل راح يجزون الأسماء اللي تنطبق عليهم الشروط للمدرسة ولا لازم نروح نراجع للمنطقة الله يرحم ما ديش أنت وياهم ضروري جدا التنسيق راح يبلغون أن فهد عبد الرحمن عندك اختبار من الساعة خمس لساعة سبع في الجابرية اليوم الفلانية لازم يبلغوكم أول بول عن طريق مراقبتكم مراقبة المرحلة نفسها بالمنطقة التعليمية ويبلغونهم واضح واضح تمام إذن راح يتم إبلاغكم في موعد الاختبار اللي لازم تكونوا موجودين فيه وعادة يكون بالجابرية طبعا هم الآن يراجعون الشروط إذا رفعت المراقبة الأسماء راح يراجعون الشروط فلان ينطبق عليه فلان عنده مخالفة فلان كذا 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 فيطلع شيء كامل فيه أسماء معين خننقول والله عدد هداعش مختبر مدير مساعد في المنطقة الجهراء ويبلغون شدي تمام إذن على حسب الشروط راح تلاقونا ساميكم إن شاء الله بإذن الله ورح يتم أبلاغكم عن موعد الاختبار اللي راح تختبرونه أستاذة هاني تسأل الدورة مسجلة نعم الدورة مسجلة أستاذة بتلى الحيان تسأل هل سيتم التطرق للإجراءات الاحترازية في وقت كورونا بالاختبار مثلا شروط دخول المدرسة لا يكون للمطاعم ويجب قياس الحرارة الأمور اللي كنا نتطرق لها خلال فترة كورونا هل راح يتم السؤال عنها أستاذ فهد تتوقع يعتمد على اللي واضع الاختبار وشنو بلغوه يعني أنا ما أقدر أفتم في الجزئية هذه لكن أهم لما بلغوه يعني قبل سنتين أنك والله تركز على كذا تركز على كذا فما أدري لكن ما أتوقع والله ما أتوقع وبعدين أنت قلت كلمة أستاذ فهد أثناء الشرح يعني تقريبا أغلب ما يتم السؤال عنه هي أجزاء تم ممارستها داخل الميدان يعني تم مارسوا عارف الأشياء هذه بس مجرد أنت قلت كلمة بعد أن الركادة في الحل والمراجعة أثناء الحل بس ممكن تصل إن راجع حل لك وتركز بالإجابة ممكن تصل للإجابة الصحيحة بإذن الله أستاذ فاطمة بهزات تقول بالنسبة لاختبار رئيس القسم هل صحيح تم إلغاء الجوانب الإدارية والاقتصال والجوانب الفنية والتربوية رئيس القسم يتبع للتواجه الفنية ممكن استفسار مدير مساعد عندي أستاذ فهد ممكن نستفسر منه أستاذ أمل عيادة تقول لو سمحت إذا رئيسة القسم امتحنت لمدير مساعد كتابي منجحت من أول مرة هل يتم عادة الاختبار الإلكتروني أنا أول مرة اسمع كتابي لا إذا انجحت بالاختبار خلاص تدخل مقابلة اختبار كتابي تقول مو اختبار إلكتروني كتابي قديمة هذه هذه قديمة صح كان فيه كتابي ما كان فيه إلكتروني بس سنة وحدة بس هذه عدد عشر سنوات قديم كان الكتابي عمنا نتراجع استاذة هانات النصر الله أو طيبة الكندري هناك أو حميد القلاف يفيدونها في الشقة نعم استاذة رانية محمد تقول شطب الطالب الكويتي متى ابتدائي ما أدري استاذ ابتدائي ملزم ما يشطب بنتي إلا بعد بعد تجاوز السن القانون اللي هو 14 لكن هذه الجزئية بالخط العريض إذا تسمحي اسمها مرة ثانية المعلمة هذه بالخط العريض أول صفحة فيه ما الشؤون الطلبة موجودة متى يشطب التلمين إذا كان ملزم أو في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية استاذ لطيفة تسأل تقول أننا نتأكد الموجه الفني يتبع التواجيء الفنية فتقدرون تستفسرون من تواجيكم الفنية استاذ فهد المطير يرد فقط على الجانب الإداري مدير ومدير مساعد عندنا هنا عند اختيار الإجابة الأصح دائما تقول أن الأصح يختلف من شخص نظرة الشخص أن هذا الأصح تختلف نعم رح يكون مراقب المرحلة موجود ويجاوب ويساعد ما في مشكلة نسأل ويستفسر وقتها نعم نعم إذا استصعب عليها مع أنه والله المفرض أني ما أحلف لكن الأسئلة إن شاء الله أنهم كلهم اللي مختبرين رح يتجاوزون تسعين في المية بإذن الله نسأل الله لهم التوفيق وإن شاء الله يربي اللهم ولي أمورنا خيارنا ويصل الأصلح والأكفأ لمثل هذه المناسب القيادية في وزارة التربية آمين أستاذة نسرين تقول مذكرات المعتمدة قلنا على موقع وزارة التربية نعم أستاذة قدير الشمري تقول بالنسبة لرياض الأطفال لاختبار مشرفة فنية مشرفة فنية ورياض الأطفال نسأل التوجيه الفني لرياض الأطفال صحيح أستاذة ريهام تقول بالنسبة للتظلم لتقويم الكفاءة هل يحق المعلم التظلم عنده تقدير ضعيف أو دون الامتياز مهما كان التقييم يحق له يكتب تظلم سوارح منطقته أو في إدارة التظلمات اللي بالوزارة نعم أستاذة مونة ميرزة تقول إذا تم الضغط على انهاء الامتحام بالخطاء هل يمكن بعدها الرجوع للحل لا قبل لا تدخل هذه البنت ركزي عليها لا يخليك وقعنا في خطأ ذا كل يوم فما هو ما هو زين الاستعجال قبل لا تبدأ في فتح جهازها تجي تقول وين الـ X وين الماوس يمشون معها حبة حبة في كل غرفة أو في كل قاعة رح يكونون اثنين مساعدين لكم مهندسين على أتم الاستعداد غير مراقب التعليم غير المشرفين غير هنادي النصر الله وفريقها كلهم في الخدمة غير نظم المتكائل المعلومات كلهم في خدمتكم رح تشوفون جنود مجندة لكم أي سؤال تبون أي شيء موجودين ياب الله تبدو مبارك الله فيكم استاذ فهد ما قصر عرض لكم فيديو عن الاختبار يوضح التنقل بين الأسئلة والرجوع لها ومراجعتها قبل التسليل ايه وعدم الاستعجال تمام كاتب هل لازم نحفظ البنود المحذوفة لكل وظيفة بتقارير الكفاءة لا استاذ عذاري ودعان تقول هل يوجد كنترول لابتداء الفصل الدراسي الثاني لا إلى هذه اللحظة إلى هذا الوقت لا يوجد إجابة إلا نلتزم فيه اللي استمرين فيه يعني تمام استاذ سلمة العجمي تقول تحسين الأداء تم تحسين الأداء تم إلغاءة هل هي يتم الاختبار فيه لا تمام استاذ طلال الشمل يقول هناك وثيقة محدثة للمرحلة الابتدائية والوثيقة الآن أغلبها تتحدث عن كنترول الصف الخامس صحيح ما في وثيقة محدثة إلى الآن لكن ما في كنترول السنة هذه على أساس أنه قلنا احنا التيمز وال كورونا وكورونا فهم أجلوها شوي تمام استاذ سهام الناشي تقول إذا ممكن المستجدات للمرحلة المتوسطة مستجدات للمرحلة متوسطة أي يعني يعني هو المسؤول تكون مستجدات للمرحلة متوسطة استاذ فهد مسؤول عن المرحلة الابتدائية إذا بس عندك المستاذ ولا موجودة إذا 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 يدخلون على المواقع التليقرام موجودة والله اليوم أنا قاعد راجع فيها حقين المستجدات كلها يعني سهلة هي أستاذ عذاري الاعتابي تقول بالنسبة للاختبار الإلكتروني الموجه الفني راح يشمل جانب ما قلنا الموجه الفني تبع التواجه من الإجابات التي تكون اثنين قريبات للصح ولا بنقدر نميزها تقول يعني خايفة استاذ خزنا السعيدي تقول أنا خايفة من الإجابات التي تكون متقاربات لفنينة ولا الإجابات عادة تكون قابلة للتمييز لا لا واضحة واضحة بس أن يعني أنت المختبر يريدك تركيز شوية بس ورح تميز الإجابة الصحيحة استاذ الفراح لمهنة تقول هل يؤثر المجلس الطبي والتقييم الاعتباري على احتساب سنوات الخبرة هذه شوفي فيها اختلاف بعد لكن المرشحة هذه المفروضة أنها الآن تتواصل مع التنسيق يعني بعضهم 31 يكمل بعضهم ما يكمل فأنا ما أقدر أفتي في هالجزئية هذه تبع التنسيق سنوات طبعا عندها ناسر الله إذا مرحلة ابتدائية حميد القلاب متوسطة سالم ميرزا ثلوين جزاك الخير استاذ قبال الدماج تقول في جانب إدارة في الامتحان موجف أن يتبع هل سنة الندب تكون من ضمن السنوات استاذ عزيزة الشمري تسأل محسوبة محسوبة يعني قصدها كانت أول سنة ندب كمدين مساعد صحيح تقول هل سنة الندب ما أدري والله تقول سنة الندب تكون من ضمن سنة يمكن قصدها نفس ما أنت قلت سنة ندب محسوبة صحيح محسوبة محسوبة اللي يسأل عن الغاء الجانب الإداري أو هذا عند التواجي فراح نطوف سؤال يختلف يختلف أستاذ ابتسام تقول هل سوف ترسل أسماء المرشحين للمدارس بلغ أستاذ فهد بالآلية ووقع بالعلم تمام أستاذ بثل العجمي تقول نقدر نطلع على اختبار إلكتروني سابق لحظة لا لا دعني أفيدكم من باب العلم أستاذ خالد الأمير قالت في فيديو موجود على اليوتيوب ممكن تطلعون عليه واحد من الأساتذة قال أيضا كأنه في موقع وزارة التربية في اختبار قال أنا داخل عليه فحاول تشوفونه بهالمكانين هذين ممكن ممكن بالتليجرام بس أنا والله ما أدري بس أنا من باب المسؤولية لما كلفت قبل العام فهو محفوظ عندهم حتى ما أدري أنا شوال درس محفوظ عندهم يعني تمام غدير الشمري بالنسبة لرياضة الأطفال اختبار رياضة الأطفال تبع التوجيه الفني لرياضة الأطفال ورياضة الأطفال ومراقبتها عندهم نسخ صحيح واسمية العنزة تسأل بشكل عام ما هي المستجدات لوزارة التربية بشكل عام مستجدات لوزارة التربية والله ما تحذرني بسأكيد هم مراجعين هم ملحب السجدات تمام أستاذة بدري الدحاني تقول متى موعد الاختبار الالكتروني رح يتم الإعلان عنها من التنسير ورح توصلكم أساميكم وثما قال أستاذ فهد للتوقيع بالألم وقبلها ببدة لا يحاطون قبلها ببدة يبلغون احنا أستاذ فهد تعمدنا نبدأ بدري مع بداية النشرة أول ما طلعت يعني المفروض المفروض المستعدين هذه رح تحقق النجاح الكبير تستطيع الله خير إن شاء الله والله احنا معاهم قلبا وقالبا نغطينا جوانب قانونية عجازات ودوام مدرم مدرم مساعدين على قد ما نقدر استعداد معنا أستاذة بدري العجمي للموجه فني فممكن دخول السؤال عندنا رعاية المتعلمين مطلوب للمرحلة الابتدائية سؤال من مهل من سنة كورونا واقف هالموضوع هذا لكن هل سيعيدون مرة ثانية إذا الأوضاع تسمح الله أعلم أستاذة أفراح المهنة تقول هل يؤثر المجلس الطبي والتقييم الاعتباري على احتساب سنوات الخبرة عدناها مرة ثانية صح نفس السؤال هل كل سؤال بالاختبار لوقت معين ثم ينتقل تلقاء للسؤال الذي يليه ولا الوقت مفتوح عشان اختبر الروح الثاني سؤال من هبر رشيد هم أول ما يدخلون القاعة مثلا الخمسة عشر في قاعة ألف خمسة عشر في قاعة أثنين رح يدخلون معاكم اثنين منشقين رح يشرحون ثم من ألف إلى وش كثر لك وش كثر عليك بس ما توقع يعني خير إجابة ما تاخد حتى ثلاثين ثانية هم يعطونك أكثر بعد مهل عليزي تقول إذا مرشحة مدير مساعد بالابتدائي أدرس عن المتوسط والثانوي كإطار عام ممكن كإطار عام ممكن لكن من بابل بس لا أنت يرحين ملزمة تركزين على جهزة لابتداء المرحلة اللي أنت رح تشترى لا تترقيف ديها هي ميدانة في العمل رياض الأطفال كل اللي يسأل عن رياض الأطفال تم التواصل مع الموجه العام لرياض الأطفال استاذة ناندي المسلم تواصلنا معها في تيكنوسوف وبلغتنا أن التواجيه الفنية في المناطق كل سنة تسوي دورة للمرشحين للوظائف الاشرافية وأنها مكتفية في هذه الدورات ونحنا كنا نبحث للتعاون معها كانت إحنا مكتفين في دوراتنا اللي نقوم فيها في المناطق التعليمية وأكدت إنها كل عام تسوي كل منطقة تعليمية على المناطق التعليمية الست يسوون دورات تأكدوا ما رح نتوان أننا تكون لكم دورة رياض الأطفال ونحن نسعي في هذا الموضوع أستاذة رانيا تقول سنة الأونلاين وملحقاتها توضع عليها أسئلة شلور يعني يعني سنة الكورونا والأونلاين والتيمز واستخداماتها هل وارد أنها تكون عليها أسئلة والله ما أتوقع ما أتوقع نرجع نقول أستاذ فهد يعني هل يقول شون استخدام تيمز ما أتوقع لا أحد يقول ما أتوقع حتى ونجي سؤال على المجموعتين تقسيم الفصول وإحنا مارسنا وعرفنا عمل ما رح يطلع ما رح يطلع من اللحن العافة ما رح يطلع من اللحن العافة يعني موجفني قلنا عندي التواجب متوقع الاختبار يتم أرساله من قبل التنسيق إذا هناك استبعاد ترشيح لتخصصي أقدر أقدر أقدم أوراق الرغبة بالترشح حتى لو في استبعاد ترشيح مستبعدين عن ترشيح لا مستبعدين التخصص عن الترشيح ما نتقديم طلب إذا مستبعد من التنسيق معناه أنه فيه اكتفاء في التخصص أي يعني مثلا أنا سمعت الله أعلم أنه مثلا الإسلامية مثال 400 مرشح غصني مجتازين وخاصين يطلوا الدور فما معقول أنه يرحون يسوون اختبار ومقابلات فالشديد يسوون استبعاد وثيقة الابتداء طبعة 2016 هل في تغيير عليها؟ أبدا الجزئية فقط اللي هي نادرة الشرطي تقول بالنسبة لاختبار توجيه الفني قلنا توجيه الفني الأسئلة عند الموجهين الأوائل وموجهين للعموم السلام عليكم اللي ما أخذ مجلس طبي ما تاخذ امتياز هذا سؤال من مديح الملهوف ما لاشغل طبية هذا ما لاشغل هل أنا ملزمة بحفظ المواد وأرقام القواني قبل الاختبار لا يعني الطلاع بس مجرد الطلاع يعني مثلا يعني متى يقبل التلميذ من بعد تاريخ 15-9 مثال متى يقبل عمره 6 سنوات الأرقام هذه والله كمواد لا طلاع عام كمان إذن نطلع طلاع عام مثل ما قال أستاذ فهد في بداية المحاضرة أن الواحد يقعد ويقرأ ممكن يتكون عنده تصور ذهني للي مطلوب منه للاختبارات ويعرفها هل فعلا أربع أيام العرضي تحسب من ضمن 15 يوم غياب للمعلم سؤال من المشاعر السعيد شنو يعني 15 يوم تقول يعني الأربعة أيام العرضي اللي ما تلفص للأول يومين وما تلفص للثاني يومين هل يضمونهم مع أيام المرضي مع أيام الغياب اللي هي 15 يوم ما تلف المرضي يعني تحسب من ضمن 15 يوم الغياب للمعلم يعني المعلم ما يغيب أكثر من 15 يوم هو اسمه عرفي يعني ما أدري في الإجازات عندنا تقدر تسأل قسم الإجازات في المنطقة التهليمية أو عندنا معانا معانا دورة بالإجازات بالتلفون بعد الحين عندنا تطورنا الحمد الله لو عندنا دورة بالإجازات والدوام مع رئيس قسم الإجازات والدوام في منطقة العاصمة يكون مرجع لهم إذا المعلم كفاءة بس خدت مجلس طبي هل تاخر الانتياز جاوب عنها أستاذ فهد المستجدات قلنا نبحث ونشوفها بالنسبة لاختبار أكتروني أثناء المراجعة وانتهى الوقت جاوب أستاذ فهد بالنسبة للوقت وبالنسبة لانتهاء الوقت خلاص بس يحسب انتهى الاختبار معها صحيح أستاذ فهد بس دقيقة أستاذ الجازي أخواني وخواتي ما راح تدخلون قاعة إلا قايلين لكم من ألف إلى يا اش لكم واش عليكم لا تحاتون اش كثر الوقت واش لون الآلية والطريقة ومن راح يكون معاكم ومن راح يكون وياكم لا تحاتون في الجزئية هذه تمام لا أبدا المتابعة دائما أقول أستاذ فهد الدعم الفني موجود المراقبين موجودين وأيضا المراحلين اللي بالاختبار موجودين بس أنت أهم شي لا تستعجل في أنك تضغط أي زر خارج التنقل بين الأسئلة نعم نعم أستاذ نوير العجمي تقول بالنسبة للتبليغ ضرورة تأكد من تحديث أرقام الهواتف المرشحين مسجلة عندي التنسيق وذلك من خلال مراجعة قسم التنسيق والتربية تنصح الزملاء مراقب يكون حريص جدا راح يكون حريص أن يوزعون الأسماع المدارس ومديرة المدرسة تقول تم علم عندي تأخير كذا كذا يحرصين عليها هنا سارة العازمة تقول هل يكون الاختبار نموذج واحد أو عدة نماذج عدة أسئلة جوانب إدارية وفنية فلو لاحظت الفيديو البسيط هذا راح تشوف تمام والفيديو كان واضح فيه عرضة وواضح في كيفية سؤال وعندها أربع إجابات اختياري ناخذ هني شطب الطالب الغير كويتي لابتدائي في ذلك الكتاب من مديرة المدرسة إنه مثلا تجاوز سنوات العمر مثال أنا قاعد يقول مثال ما أدري شنو وضعه لكن لا يتم الشطب إلا عن طريق مراقب المتحانات وشؤون الطلبة ويعتمد من مدير شؤون تعليمية هل يتشابه اختبار المدير المساعد مع اختبار المدير سؤال محمد الجريدان لا يعني واضع الاختبار يعني هو مكلف في فئة مدير مساعد وواضع الاختبار مكلف في فئة مدير مدرسة طبعا اختلف عندي اليوم الادارة اللي يمسكونا رئيسات الأقسام هذا مختلف عن اللي في الاختبار هذا يعطيهم خبرة لاحقا في التعامل مع المعلمات في المدرسة ومع زميلاتهم في المدرسة أنت المطلوب منك مراجعة الوثائق اللي تم ذكرها خلال دوراتنا السابقة الالتزام بالمحتويات اللي تم ذكرها هذه الأشياء اللي ممكن تسندج في الاختبار لكن لا تتحس أنا جوني المعلمات فوجهتهم أقولهم زوروا المدرسة الفلانية وروح المديرة المساعدة الفلانية زوروا المديرة الفلانية يشوفون هذه أسهل من القراءة والكتابة خبرة ميدانية ولما تكون قاعد جلسة تدريبية خوارية خص معلمات الحاسوب والموسيقى هذولين صحيح فممكن أنت تروحين حق المديرة المساعدة في المدرسات كم تتطلعين على الأشياء اللي هي المفروض أن أنت تعرفينها كم يدير مساعد لكن يوم الإداري هذا يوم يكسبت خبرات في التعامل مع زميلادت في المدرسة لا تتحسرين عليه بالاختبار هذا جانب مختلف لكن اللي أنت محتاجت يا أستاذة مها حاليا هي ما ذكرها من وثاق والاطلاع عليها ومعرفتها لا تتحسرين على هذا اليوم أستاذة أفراح جاوبنا على تساب أستاذة شيماء مصرة تطرحين الشيماء الشمري مصرة تطرحين سؤالك ممكن تراجعين أو تشوفين الموضوع إحنا موجودين للرد على الاستفسارات فقط الخاصة في الدورة أستاذة نوف العجران تقول هل مرشحين المرحلة ابتدائية لفئة مدير مساعد قلنا لا هم غير المنزمة تتدرسين بس الابتدائي أستاذة سار المطيري هل نسأل عن دور المدير المساعد للمرحلة المتوسطة إذا كنت إستاذة إيها حسب مرحلة تهموي إيه تمام إستاذة لطيفة العنزي إحنا قلنا إن إحنا قلنا إن إحنا التوجيه الفني يتبع التوجيه الفني إستاذة دهاني المطيري بالنسبة لإفتبار الإلكتروني أقدر أرجع الأسئلة التي تم حلها للمراجعة ما ما نفهم سؤال إستاذة عادي مرة ثانية تقول بالنسبة أقدر أرجع الأسئلة هل في مراجعة مراجعة أثناء الاختبار أثناء الاختبار أثناء الاختبار أطاع السؤال إيه قبل لا تسكر ترجع إلى واحد إلى أثنين وتنادي الفني موجود بدان الواحد أثنين موجودين مونة ميرزا إذا تم الضغط هل يمكن بعد إلا قلنا خلاص جاوبنا هل تم إلغاء دقائق تأخير من تقييم الكفاءة أستاذة مريم المطيري تسأل هذا سؤال ممتاز لكن تقييم الكفاءة حيصار عشرين وعشر عجل أستاذتنا عشرين أفتكر لعشر للقطاع وعشرين للتأخيرات وكذا بس هم ترجع للوثيقة أفضل حتى يكون الجواب رسمي أو ترجع للموقع ما نقدر نحط الموقع إشاء الله راح نحط لكم نعم بالنسبة يقال أن استاذة نورة ماطر تقول بالنسبة لبنو التقييم الكفاءة يقال أن الجديد تم إلغاء درجة التأخير هل هذا صحيح هل يعتبر بند الدوام المدرسي من التأخير والانقطاع في تقييم الكفاءة هو بند واحد معني تم دمجهم أنا قتلت عشرين وعشرة عشر الانقطاع وعشرين اللي هو التأخير واستإذانات أفتكر والله خلاص يتم مراجعة السؤال هذا عسى استخدوا معلومة صحيحة نعم استاذة نورة العجمي تقول كم النسبة لاختبار الإلكتروني والمقابلة لا يعني نسبة النجاح لا الاختبار الإلكتروني كم على أي درجة والمقابلة كم عليها درجة لا أفتكر خمسين خمسين إذا ما أنا غلطة بس أتأكد أنا من هنا دي النصر الله ومقول لكم بس نسبة النجاح سبعي اللي ينجح بالاختبار سبعي هو أستاذ فهد مو اللي ينجح باختبار مدير مدير مساعد يتحول للمقابلة على طول أي بعد اللي ينجح من الاختبار يروح المقابلة نعم تقول الأستاذ عبير العازمي الدورات الموجودة على موقع الوزارة غير متجددة وقديمة أي دورات تقصدين أستاذ عبير أستاذ فاطمة تقول موعد الاختبار وتوقيت يتبع التنسيق ورح ينزل بنشره رسمية ويهتم الإعلان عنها ورح توصل لكم المناطق بإذن الله أستاذ بدري تسأل نسبة النجاح مثل ما قال أستاذ فهد نسبة النجاح للاختبار الإلكتروني أستاذ فهد سبعين صح؟ نعم نعم سبعين تمام وقت الاختبار تكلمنا عنه وموعد الاختبار تكلمنا عنه أنا شوف أن الأسئلة إجازة العلاج بالخارج هل تؤثر على التدرج وعلى الترشح؟ أستاذ طيبة تسأل العلاج بالخارج يعني الإجازات تؤثر على مدد الترشح؟ طب الحل ما تصر أستاذ عبدالله أردت نزلك رابط قناة تهتم في كل شي عندنا بالنسبة لل تعليم التدائي بالجهرة التعليمية يعني من وثائق من معلومات إن شاء الله تستفيدون منها أستاذ منا أمير إذا تقول إذا جاوبت على سؤال وبعدها أغير الإجابة إذا أغير الإجابة يعني أنا راجع هنا عادل فني إذا ما أعطيتها حفظ خلاص أعيد وأكرر في مهندسين اثنين بالقاعة عندكم أي سؤال فني تكنيك يعني مثلا أغير الإجابة هو راح يفتيل أستاذ دراس شمري هل هناك وثيقة محدثة قال أستاذ فهد الموجودة حاليا لموصل أي شيء أي سؤال عن جوانب الاختبارات التواجيه نرجع للموجه الأول والموجه للعموم هم الآن صارت عندهم خريطة بسيطة صحيح خريطة ذهنية راح يرجعون لحق بعضهم أنا عرف كثير من المعلمات يحضرون لي عندي في المكتب لكن يعني أوصيكم بعدم الاستعجال أوصيكم بالاطلاع شامل وإذا في أي سؤال تدخلون على التليقرام المخصص أو مراجعتنا عندنا في منطقة التعليمية إذن أنتم قريبين وأنا حاضر بالشوفة عساك على القوة واضغ أستاذ فهد الله حفظك أستاذ راني محمد تقول وثيقة المفروض ما يكون فيها الفصول الأربعة الأولى على حدة والصف الخامس بروح من المفترض أن الآن كلهم نفس القوانين صح تسأل يعني بعد دلغاء كنترول نعم نعم إذا قصتها التقويم المستمر تهان الهاجر رجعنا الموضوع معلمات الموسيقى وأعدم المامهم بالجوانب الإدارية أكدنا على الالتزام مثل ما قال أستاذ فهد بالبنود والوثائق التي تترض أن تطلعون عليها وأيضا ممكن اللجوء للإدارات المدرسية التي حاليا موجودة فيها وتعاون مع مديرتكم المساعدة بالاطلاع على هذه اللوائح والقوانين اللي مفروض تعرفونها أستاذ مونة الميخ تقول هل أسئلة الاختبار الإلكتروني متشابه لكل أم مختلفة كيف مختلفة إيه لا ثلاث نماذج ثلاث نماذج يعني فهمتي قصد ثلاث نماذج يعني قصد اللي يمج غير وهذه غير وهذه غير نماذج مختلفة موجودة عندك أستاذ فوزية العازمة تقول في حال انتهى الوقت قبل ما أنهي اختباري هل يحسب ما تم محله ولا تروح كل الدرجة ولا يحسب على أي شيء ما توقع كلهم يطلعون وفرحين وقبلوا الوقت ونقعدهم بغصب يقعدوا وراجعوا ما توقع يعني الوقت كافي زي ستاذ سوف الوهيدة تقول ممكن الاختبار بتروني أثناء إجازة نص السنة لا الإجازة حق من حقوق المعلم بعدها أستاذة بتلة تقول السلام عليكم ما هي الإجازات التي تحسب ضمن سنوات الخدمة الإجازات التي تحسب أنت راح تسوى الوانشع عليها إجازات والدوام تمام صحيح عندنا الإجازات والدوام هذه بها دقة شوية بس صح وحل مك أدرب شعب أستاذ شريف الكندري رئيس قسم الجازات والدوام إن شاء تولى الرد على هذه الاستفسارات اللي في العاصمة نعم رئيس قسم الجازات مرجع مرجع والأخ أي والله والنعم والله ما قصر الجزاء الخير متعاونة ورح تكون لها دورة معنا إن شاء الله في تاريخ ثلاثة واحد يوم الثلاثة القادم بإذن الله في فولدر بعد عندنا نسمى الإجازات ترجعنا بعدين تمام أستاذ بين القهطان تقول أنا كملت 21 سنة وآخر سنتين الامتياز بس العام مجلس طبي هل تنطبق علي شروط الترشح ممكن تاجع تنسيق فيها على طول إذا ما رح نبتد أي على طول عندنا ما شاء الله عندنا القائدة سميها هنادي نصر الله وطيبة ونعمل خوات صراحة مرجع ويردون على التلفون ويستفسرون موعد الاختبار تسأل عننا نسرين أستاذ نسرين مثل ماذا كان التنسيق رح يحدد إن شاء الله رح تبلغون بوقته بإذن الله وثيقة الابتدائي نفس ما قال أستاذ فهد إذا كان فيه وثيقة جديدة رح يتم نشرها والبلاغ أستاذ ابتسام الحربي تقول لنا بتكنسوفت ممكن دورة للتواجيه والله ودنا بس كل توجيه مختلف عن الآخر وبإذن الله نسعى أن يكون عندنا كوكب من الموجهين يحضركم دورة فيه التواجيه ونحصل لنا تأكد إن في تكنسوفت ما رح نقصر في هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله نرتب بس يصادفنا اختلاف المواد والمجالات الدراسية واللي رح نلقى ما رح نقصر طبعا قلنا الإجابات والتغيير شعبة تحسين الأداء لا تزال مستمرة أم تم إيقاف العمل بها سؤال من بدر حسن وقفوها الكل يتكلم عن وثيقة لابتداء نسفة 2016 المستجدات مثل ما قال أستاذ فهد من كل ابطلاع عليها حساب الإنستغرام اللي تكلمت عننا أستاذ فهد يطلبونا منك المتدربين أستاذ عبد الله إذا تأخذ من أستاذ فهد أو تنشره عندنا على نشرنا نشرنا عندك موجود شنو تلقى تلقى نشرنا رسالة مرة ثانية تمام جزاك الخير إذن موجود برسائلة تحت بالنسبة لرياض الأطفال نسمى قلنا يرجع للتوجيه ما هي نوعية الأسئلة الفنية لمرشح مدير مساعد أستاذ عيدة الفضل تسأل نوع الأسئلة الفنية ممكن عن الجدول ممكن عن الاختبارات يعني ممكن حسب كل مراقبة والشنو الآلية اللي وزعوها عليه عساس يعتمد الاختبارات عليها لكن الجانب الفني واضح شيختنا يعني موارسة يوميا يعني الاحتياط مثلا الانتظار القصدي الاختبارات القصيرة الخطة التشغيلية مثلا وهل مجره يسألون إذا كان في اختبار تجريبي كالسابق دائما يكون في اختبار قبل يروحون للجابرية ويجربونها عندك المستاذ فهد إذا في اختبار تجريبي لا ما توقع يعني تعمل تجريبي يمكن تدريب يدربوكم ترى تسمون كذا كذا يمكن يمكن تمام تمام وراح يتم الإعلان عنها تمام ما قصر في أستاذ فهد وحنا نختم لظروف مدربنا وصوتك تعبان عزاك على القوة إن شاء الله وما تشوف شارج جزاك الله خير يولا يتعبان وما هذا منتزم بتوقيت دورتنا أستاذ فهد ما قصرت ويستاهلون وأنا أي سؤال حاضر سواء في العمل أو في البيت أنا حاضر حاضر ما قصرت أستاذ فهد جزاك الله خير من المبادرين دائما واللي على طول نسكرنا على دورة على طول والتجهيز لهذه الدورة والاستعداد لها وتنظيمها والباوربوينت اللي تم عرضها واضح جدا تطرقت بشكل مختصر لنقاط أساسية يجب التركيز عليها واليوم مطر وثلج بالكويت ومساءنا مختلف جدا ما شاء الله السماء تحتفل السماء تحتفل جزاك والأرض بيضى لونها إن شاء الله نهاجحين اختبار شهن إن شاء الله إن شاء الله أعلى لإسمنا إسمتكم إن شاء الله بإذن الله ما قصرت أستاذ فهد شكرا لهذه الإيجابية وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاءات أخرى ومتجددة معاك في مجتمع تكنيسوفتي التعليمي الله يحفظك ونشوفك على خير وما تشوف شر إن شاء الله بحفظ الله ورعايتك مشكورين الله يحفظكم فالكم النجاح إن شاء الله ما قصرت نشوفكم على خير وتدربين إن شاء الله من الشعال الدكتورة بترية الاجتماعي. شوفكم على الخير.